دورة الحديد في الجسم الحديد سمح انت فانه موجود داخل الاربسيز في في صورة همجلوبين طبعا طيب في نهاية العمر الافتراضي بتاعت الاربسيز اللي هي حوالي 120 يوم مفوت في خلية مهمة جدا اسمها الماكروفاش اللي بنوع لها اسمه اخر مونونيوكلار فاجوستيك سيلس بيتكسر الاربسيز وتطلع منها الحديد الحديد ده اما يطلع على الدم اما يتخزن في الماكروفاش في صورة فريتين او هيموسيدرين يبقى الفريتين والهيموسيدرين ده عبارة عن حديد متخز طيب الحديد اللي مش في الدم ده ينقل بواسطة ناقل اسمه يبقى ترانسفير ده ناقل طيب هيودي فين؟ هيودي الحديد فين؟ الترانسفيرن هيودي الحديد للاربسيز بريكيرس الاربسيز بريكيرسة اللي هي الاماتيور الاماتيور اللي بنوع عليها ريسرو بلاست وساعات نوع عليها نورمو بلاست يدخل الحديد جواها ليه؟ لان فيه ترانسفيرن ريسيبتور زي ما شايفين كده تستقبل الترانسفيرن فالترانسفيرن يدخل الحديد يدخل لجوه والترانسفيرن يطلع لبرا عشان يعيد نقل حديد جديد من الاربسيز الاماتيور وتتحول الاماتيور الاماتيور ماتيور ليسيركوليتينج الاربسيز والماتيور بنوع عليها ارسرو سايد او نورمو سايد ارسرو بلاست اماتيور نورمو سايد طبيعيت الحاجم طبعا تتبقى نورمو كروميك و نورمو بلاست اللي هي اماتيور في المترجم الى المترجم الى القناة